مزيد من أراضي الضفة الغربية يقدمها الاحتلال الصهيوني بشهية استيطانية لا تراعي حقوقا ولا تلتزم باتفاقيات أو قوانين في ظل صمت دولي على الجريمة وتواطئ معها العد التنازلي لكبرى عمليات الاستيطان في الضفة الغربية قد بدأ المنطقة المحيطة بالحرم الإبراهيمي في الخليل أولى المناطق المستهدفة في المرحلة المقبلة تنفيذا لما يسمى قانون القومية اليهودية الذي يفرض السيادة السياسية والقانونية والقضائية الصهيونية على كامل المناطق الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط الخيارات الفلسطينية لمواجهة عمليات الاستيطان المقبلة تبدو شبه معدومة في ظل عدم وجود إرادة سياسية لمجابهة الكيان الصهيوني عبر العصيان المدني مثلا وقطع العلاقات الأمنية جديا مع الاحتلال فضلا عن وجود انقسام فلسطيني داخلي بين حركتي فتح وحماس ومحاولة عكس هذا الخلاف على المستوى الشعبي الفلسطيني ومن الواقع الفلسطيني إلى محيطه العربي تتسع دائرة الضعف والانقسام حيث يرى مراقبون أن الرفض الشكلية العربي لعمليات الاستيطان لا يعول عليه في ظل حملة التطبيع التي تغلغلت حتى في الأوساط الإعلامية وبدأت تروج للرواية الصهيونية تاريخيا وحاضرا ولا تبدو الأمور على الصعيد الدولي أفضل حالا حيث لم تتعدى المواقف الدولية مستوى التصريحات الإعلامية وأي محاولة جادة من بعض الدول للوقوف في وجه الاستيطان تقف عصى الإدارة الأمريكية لها بالمرصد وفي ظل الضعف الداخلي الفلسطيني والانقسام العربي والصمت الدولي تجد الآلة الصهيونية الطريقة معبدا أمامها لتنفيذ خططها الاستيطانية بأكمل وجه دون أن تعرف حدودا لأطماعها